مشاهدين أجواء حارة نسبياً تعرف أغلب المناطق الشمالية بالخصوص الغربية والوسطى طيلة نهارا اليوم ويرتقب بالنسبة لساعة تحت الأيام المقبلة استمرار تسجيل درجة حرارة جد مرتفعة وهذا على أغلب المناطق الشمالية إلى غاية يوم الخميس المقبل على الأقل البداية أقول بالتفاصيل وبالتنبيه الذي أصدرته مصالح الأرصاد الجوية صباح حتى اليوم حيث أكدت من خلاله على تسجيل موجة حارة أو تقس حارة بدرجة حارة مرتفعة بالمناطق الغربية للبلاد وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر الأجواء الحارة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين الولايات المعنية كل من ولاية سيدي بالعباس غريزان شلف مستغانم عينتي موشند كذلك ولاية مازكر ووهران الآن مشاهدين نشوفوا التوقعات من خص الكتل الهوائية والدرجات تلحى إن شاء الله خاصة الظهيرة لتصنع الاستثناء وبداية من ظهيرة يوم غد الثلاثة ولغاية ظهيرة يوم الخامس نلاحظوا لون برتقال قاتمة وميز أغلب المدن الساحلية وحتى القرب الساحلية وعليه يبقى دايما نسجل إن شاء الله ما بين 25 حتى 27 درجة وهذا على أغلب المناطق الساحلية خاصة الغربية والوسطى وكذلك المدن قرب الساحلية بالنسبة على المناطق الداخلية نوعا ما تحافظ عن المعدل الفصلي نبقى دايما نسجل إن شاء الله ما بين حوالي 18 حتى 13 درجة فيما يخص الجنوب الجزائر خلال الظهيرة مشاهدين اللحظوا هواء الساخن ويسيطر خاصة على الجنوب الغربي وسط السحر وحتى على أقصى الجنوب وعليه يرتقى بأن تصل درجات الحرارة إن شاء الله خلال الظهيرة على هذه المناطق إلى غاية 35 درجة مئوية تحت الظل بالنسبة لشمال السحراء منطقة لواحة الجنوب الشرقي راح تكون ما بين 20 حتى 25 درجة إن شاء الله هذا الارتفاع مشاهدين في درجات الحرارة القصوى نلاحظوا بسبب هبوب أو اندفاع هواء الساخن ضمن تيارات جنوبية إلى جنوبية غربية نحو المناطق الشمالية بالخصص الغربية والوسطى يعني تأثر أكثر بالهواء الساخن القادم من الجنوب الغربي بالإضافة لكل ذلك يعني استمرار تمركز مرتفع قوي للضغط الجوي على أغلب ولايات الوطن أما عن فترة الصبيحة وفترة الظهيرة إن شاء الله مشاهدين سبقى دايما درجة حرارة فصلية خلال الصبيحة والفترة الليلية لذلك نبقى دايما نسجد إن شاء الله ما بين درجتين إلى غاية 9 درجات على المناطق الداخلية بالنسبة للسواحل الوطنية ما بين 7 إلى 14 درجة الجنوب الجزائر ما بين 10 إلى غاية 20 درجة الآن فيما يخص توقعات التقص خلال الصغة المقبلة بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخميس ستوضح أن استقرار في الوضعية الجوية باستثناء بعض الصحب العابرة رحضوا فيها رح تعرفها يعني بعض المناطق الشمالية وهذا خاصة خلال فترة الصباحة لتزول الصحب خلال الظهيرة وبعض الزخات المطارية إن شاء الله رح نسجلوها يوم الأربعاء على كل من ولاية شلف كذلك تيارة البليدة حتى الجلفة أفلوا كذلك منطقة مساعدة لمنطقة مساعدة بعض الأمطار تكون على فتارات إن شاء الله مرتقبة لصباحة يوم الأربع أو مساء يوم الأربع إلى صباحة يوم الخميس إن شاء الله نلاحظوا كذلك البليدة معنية بتسقط بعض الأمطار ولاية شلف تيبازا جنوب ولاية تيبازا الأمطار جد ضعيفة متفرقة يعني بعض الزخات المطارية إن أصح القرح نسجلوها مساء يوم الأربع إلى صباحة يوم الخميس إن شاء الله الآن نمر إلى حالة البحر بحول الله بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخميس بحر هادئ وجميل نلاحظوا في صورة تعرف أغلب سواحل الوطنية مع ريح جد ضعيفة سرعة ما بين 10 حتى 20 كم في الساعة رؤية متوسطة واتجاه الموجة رح تكون شمالية شرقية تماما وهذا على طول الشريط الساحلي مشاهدنا هواء ساخن وارتفاع جد محسوس في درجات الحر القصوى مرتقب بداية من نهار اليوم الاثنين لتستمر الأجواء الحر على المدن الساحلية والقرب الساحلية إلى غاية يوم الخميس المقبل على الأقل بهذا مشاهدنا السليطة ورقة تحول التقصي نعود الآن إلى بلال استكمال بقية الأخبار جزء الشكر لك يا حسيبة دعا رئيس الجمهورية